الخبر اولي عدنا عن نورمار ورده على تهكير او حذف قناة يارا طبعاً لها قناة يارا قديمة فالنورمار نزعل حسبه بالانستجرام وهذا الستوري كاتب عليه مو انا واللي يقصد انه مو هو اللي يحذف القناة وهكرها طبعاً اغلب المتابعين صاروا يتجموا عليه ويتهموا انه هو شخص كذاب هذا الشي اللي خلني نورمار انه هو يحذف هذا الستوري اللي يقول بي مو انا فمادر صراحة حبابك تمولها بالكومنتات هل توقعاً فعلياً نورمار مو هو اللي هكالقناة مثلاً طب هو ولكن قاعد يكذب على المتابعين ننتقل حالياً الويسام تيكيت وعلنا عن انفصال هو بيسان فويسام تيكيت نزعل حسبه بالانستجرام شوية ستوريات بهذه الستوريات شان كاتب عليها انفصلنا انا وبيسان نهاية الحب مع هذا المقطع يا حبايب رح يزلكم باشر على الساعة بالاربع لقناة ففا فالنبولي وخاصة ان الويسام تيكيت وبيسان صاروا من فترة ما قاعدين يحطوني بعض عيد ميلاد هيلا فنزلت بالستوري معالتها فكل عام تب خير عقبال مليون سنة يا رب وطبعاً لا تنسوني يا حبايب نتباركو لها من الكومنتات على عيد ميلادها رح حالياً القمر مار والشي الغريب اللي صار انه لأول مرة القمر مار بعد ما خرجت من فريق نور مار تغيب عن السوشيال ميديا تقريباً حوالي 24 ساعة بدون ما تنزل اي ستوري طبعاً المتابعين معالتك حالياً قلقين عليها إن شاء الله تكونوا بخير منك وصارها أي شيء كتبوا من أحباب الكمنتاتشون توقعاتكم الموضوع ننتقل حالياً أحمد أبو الرب ورده على برهم المعراوي فبرهم المعراوي يا حبايب نزل هذا المقطع قبل شوية وبهذا المقطع يا حبايب كان ديتها الجنبية على أحمد أبو الرب ويحرب عليه فبعد أحمد أبو الرب نزل على حسباب الانستغرام رد عليه بهذا الاستوريات وبهذا الاستوريات شان كاتب رح حكيلكم نقطة ضريفة رح حطوكم الاستوريات شوفوها انتباه 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 غيسوا أبو الرب لتنين اصحابي للتوضيح بس بس للحق كونه عمل هيك مع بنت بالأخص وبهي الطريقة مو مقبول لانا روز هلأ طيرا هون نفس اللي أمثليني طب ليش اسمها روز؟ ليش؟ لأنه كلها زهري حتى سيارتها زهري نايس بس هدول بالنسبة للأشخاص اللي مفتموا والفكرة مع الحمد أبو الرب بالصلاح الفكرة شوي زال 18 والكلام اللي قال برهم باللقطة هذي تشجزة الثانية كان زال 18 كانت يدافع النار ميوتي موضو الثانية ووحج على البنية موضو الثانية ثم بعد ذلك مرهم يا حباي بطلع أورد عليها على سبب الانستغرام فنزل هذا الستوري وبهذا الستوري كاتب أحكي لكم نكتة ما بيعرفي رد وبالستوري الثانية بكاتب أحكي لكم نكتة ثانية وهذا نكتة الثانية يقول رجع يحرض متابعينا انهم ما يسبوني شف مقطع هذه يا حباي بيكتبون للكومنتات قدرتوا حاليا يؤمنوا ويا برهم اويا احمد ابو الرب نروح حاليا الياسو والحمد الله يا حباب طلعت هي ما بيها كورونا فنزل شوية تستوريات تقولوني هي ما بيها كورونا وفرحانة شوفوها طلعت النتيجة ماني كورونا الحمد الله الحمد الله الحمد الله وحيات الله لو تشوفوا قدي جنات لما الممرضة قتلي نيجر تب وبصلا حباب نوصلت للمقطعات ما اقصى عجبكم تحطونا للكتكو بقناة جاليكم فهد زين من قاتمة القصص فجروا اللايكات وبس مع السلامة